السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير الديزير اليوم الحصة بتعنا بلك نتكلموا والضر يعني بعض بلك يزعفوا شويا بلك نزعفوا مقدسين لهذا المدرب لازم تعرفوا الحقيقة والمدرب لازم يسمع كي تكون كين علىه يقول لك لازم تحط الكافاءة كي تكون كينة كافاءة واحد في رصح كافاءة يكون كافاءة بمعنى كلمة يسمع الإيجابيات والسلبيات مش ما يسمع إيجابيات يسكت ويسمع بالكذب الإيجابيات يسكت وكي يسمع واحد سلبيات تكلم عليه بالسل يخرج في المهاجمة شاهدنا شاهدنا عدة مرات لكن يسمع واحد كي تكون عنده كافاءة بمعنى الكلمة يروح الكلام السلبي ويشوف ويراه ويراه هو ويراه 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 واصل السلبيات النقد السلبي مليح النقد السلبي سجمك النقد السلبي سجمك تعواه واه 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 يقول لك جمعنا الحمد لله معك بار يقول لك ولدك غيري أبي نشريها لله أبي خاسني ذلك تجیبها لله أبي لازم يكون صغير لازم قوم وخطرة خلعة بكلمات عنّا الله خليه يمطح يبكي خليه يبكي لازم تدخل في كلمات عنّا لازم يتعلم كلمةCR الّا بصاعدة ابي خاسني بشكلت ابي خاسني منه ابي خاسني من ابي خاسني من صحيح مايوليش يعرف كلمة الله يولي يعرف كي نقولك جيبلي جيبلي مايل يبهليش بي بصح كلمة الله تعلم بللي لا خطران لا خطران لا خطرانic ما يصابه كيسالو لا وخليه يبكي خليه يبكي هتظاليه خليه يبكي مايليش صحي تعلم كلمة الله هذه نقطة سلبية الإيجابية بينKimliها تقدم الإيجابية وتقدم السلبية ن 항هما تكون لكن لما تكون مدرب تعمل على المادة القصيرة فقط أكيد لن تنجح أو لن يطور ما تطورش النجاح تاك خاتك كنا نهضرو نهال الأول نقول لك يا سيب الماضي لازم ضخ دماء نهال الأول قلنا لك مدوميدي مدوميدي خاتك شريتها ضخ دماء جديدة للناس قاعد تهضر عليها حنا أهضرناها من الناس كانت ساكتا أنا وعلم الناس أهضرتها من الناس كانت ساكتا نتحدى أي واحد أهضرها أهضرتها من الناس كانت ساكتا وتنقول يا ودي لازم أننا ضخ دماء جديدة يا ودي لازم أننا على الأقل على الأقل خمسين لعب على الأقل خمسين لعبك وأعطاها واجدة لا للأسف لا للأسف واللي نبانوا أعداء نحن نحضر ونخمم نحضر يعني في كورة قادم في كورة قادم مستقبل منتخب الوطني الجزائري في كورة قادم واللي نبانوا أعداء عن الناس وين تهموا هل إزرائيلي صغر تهمهم بللي يقول لازم هذاك فلان عادوا كيرا يقول بللي جيبوا اللعبة راح عادوا يقولوا جيبوا اللعبة تسمع أعداء انت وين واحد وعند وانا أنا نكره نكره لو قد نكره للم joke نعطيكم موضوع بالماضي رغب استقراره لكن يمر بلا ضغط ولا محاسبة سواء من الشعب أو الصحافة أو الفاف الفاف المديرية الفنية بدون محاسبة وانتها يا شكو اللي يقل جامع بالماضي كيفاش خرجنا بنقطع ما كاش يقل له شكو اللي يقل جامع بالماضي باللي متأهلناش كوب ديمون ما كاش يقل له شكو اللي يقل بالماضي شكو اللي يقل جامع بالماضي يعطينا خلينا كيفاش كنا نربحه كيفاش وصلنا خمسة وثلاثين بدون هزيمة بلا حضرها بلا كناستهضرها بلا حضرها بصع في اتحاديات ناجحة والعالمية والخبيرة مدرب كي ينجح يخلي مجلد التاعة هكي خطي مدرب وخداقه كي يجي يكون محترف يقولوا امتو ما جبتو كوب دافريك عطوني تشو كيفاش تبتو عامل الخاريطة اللي مشيتو عليها كيفاش عطوني تشو فاشل تاعكم مدرب وينفشل عطوني تشو شوف عطوني تشو كوب ديمون عطوني تشو اللي مروا عطوني تشو كوب ديمون عطوني تشو كوب ديمون عطوني تشو كوب ديمون ثم سأستمعوا معي هذه القصة ثم سأكمل لكم الموضوع التاعي يسمحوا لي بركة هذه القصة استمعوها مفيدة بليحة بليحة بزاة بليحة تستفاد منها بزاة زو سبوعة كانوا عايشين في غابة فيها الماء أكلها فيها كل يوم الوزيعاء كل يوم الماء أكلها كل يوم كملت مكاش مكاش لا الولاد مكاش 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 هل تستعمر أمي تستعمر تستعمر أمي تستعمر أمي تبدل الموقع التاعي مكاش وتمكاش القوت التاعي كل شغل تكون حال حال وتصيب واخرص الدراما تبدل مكاش فيها قلع ورحوا في بلاد وضعوا في غابة وقعدوا وحوش فيها الغزال وقعدوا فيها كلش فيها كلش لكن ما صابوا صابوا فيها قرد حاكم صابوا فيها شادي هو يحكم في ذلك الغابة ونبخنوا كالفهد نبخينه وقف بسهل نبخينه وكلفه بسهل ما يهدرس غيه هاك يبعينيه غيه هاك غيه هاك وشه دير خاش كاين قادر ربي ينعم عليك بالبيطانة هذي ببيطانة هذي بطانة هذي قادر يعطيك ناس شرافاء يبينولك يعني يلارك على حقيقة ولارك على غرض وكاين ربي يعطيه ببيطانة من البيطانة تعود تكون أسوأ ما ينقولوش الحقيقة هذي باش يكون على بالك قادروا يشوفو ما تقلقوش هما ما تقلقوش قادروا يشوفو قادروا يشوفو احنا الناس لانطوراج تعدى المالك تعالغابة اللي دير النقل والمالك تعالغابة احنا في الأعراف وفي القيصص وفي التواريخ وفي القاس وانح نعرفو مالك الغابة أسد وما صابوش هدي وما صابوش هدي وما صابوش هدي أسبوعه بمنا قارا وحطوا قشهم بنا وخيابهم مننا وولادهم يلعبوه يشوفوش كلها بدايرين بيها شاي سيبو شاي سيبو صابو المستشار لأول تقو حمار الحمار شا دير لأن الحمار لا يبغيش يوخر والقلد ما ينتبش يدير واحد يدير سبعة ولا يدير واحد فاطن شاي دير دير الحمار مستشار وخاتش على الحمار قادر تركب عليه تلصق ناطر يطلع في عقبة ما غادش نيقوسي بعاق ولا يقول لك علاه ولا سايك وانقذوه قرى قلع صابه صابه في الحفالات شكولي شوي لحم القط ديرينوك ويزيني ولي شوي لحم القط قدي كلها معاني ولي ما يثهم يثهم ما يثهم يثهم صابو الزيب مكرفينو بالأمن الزيب تديرو في وسط نعاج في وسط زريبة غادي يكون الأمن ما يكوس الأمن غادي يكون هالك صابو وفيل ديرينو قايل الله قايل الله مشي ديرينو قالولو باللينتا تمشي فوق خيط الفيل فيه ثلاثة قناطر ولا ربع قناطر ولا خمسة قناطر ولا يمشي فوق خيط فوق خيط كما هذا يمشي فوق وغادي يقطع صايبين مساهمين دب عطينو قلال قالولو انتا قلال في الأرس الدب يقلل ما يقلل صابو زارافة مساهمينها تدخل في غار في غار زارافة مساهمينها سوف تشعروا بزياب سوالح وغمنا نجموش نجبدو بزياب سوالح كاي بزياب أمور يا وديت عشاكيين ولا عشاكيين هذه السوالح المهمة احنا يا ضروك هذا الناس لازم هذا المدرب لازم تسمع لازم تسمع عنه تسمع عن الناس اللي يعرفوا تروح تشوف لازم علي يقولك لازم الكفاءة الكفاءة وعدك يكون كفء يعني يسمع للسلبيات والإيجابيات تسمع عن الإيجابيات والسلبيات تميز بيناتهم الراسل صلى الله عليه وسلم أحسن خلق وما ينطقش على الهواء كهدر وقال لازم تكون مشاوالة بايد مسؤولين لازم تكون مشاوالة مش يكون واعدة يضب الرأسل لازم تكون مشاوالة كي تكون مشاوالة ويكون يعني كل واحد يحط قرار تأه بعد نخرج بقرار سليم قرار سليم الصح مكاش انت يا تروح تجيب معامن تجيب تجيب دب غادي تقول للدب انت اللام شي قلايلي غادي يقول لانا دايلوني قلايلي شكول دالك دالك سي الحمار غادي تهدر تقولوا يا الفيل انت لا تنسي على فوق ذل الخط سيقول لانا سايبك ما واني نخلص ورحمة ربي ماني نخدم ماني نطلع فوق خيط المهم انا نمشي فوق خيط بس عمر لا تنسي فوق خيط عمر لا تنسي بس عمر نخلص تكذب بالزارفة تقول انت ما تدخل شوال غرس غير زارفة تدخل في غر صغير ما تدخل شوال تقول لا انا ندخل خاتش عليها مقايلي اللي بلي غادي ندخل بس عش تأي الحاجة المليحة يعني ندي فدرحم يعني نأكل فدرحم الزيب تقول للناس لا بني الزيب لازم نحضر معه يوخر من الزريبة خاتش هذا لا يمثل الامن قد يقول عمي أنا الناس داروني أنا عشق لداني شو لداني والناس قابلتني القط كنت قولوا يا سي القط انت عمي شي تعال شوية قادي تكمل للحم يقول لك أنا داروني يا قصة تح شوية وارا هذيكم كملو ذا القصة وارا شوية وارا لكم وارا بزا سوال وستهمو هكي بغيتو أنا نعود نقول للموضوع التي أنا لما تكون مدرب تعمل على مادة القصير فقط أكيد لن تنجح أو لن يطور يعني نجاحك رغم أن هذا المدرب رغم استقرار لكن يمر بلا ضغط ما كانت ضغط ما كانت ضغط كان يقول لك هذا مشاكل هاي هاي هرا ويرا وعد الشعب قال لهم كيميل بثاقيل وثاقيل جدا قال لهم قال صعبة ما كاش ليس بدأ هالو الناس فوتو هالو الضورة بليها ورأ صحيق مكان قال باللي غادي نعبو معلام بلجيك ونعبو أوفيسيال معلام بلجيك والبريزي المنمنا وهو رافضهم من تحفظ رافضهم ما كاش لي قال ولا رفض يعني يمر بلا ضغط ولا محاسبة سواء من الشعب أو الصحافة أو الفاف كاش محاسبة كان قادر على صناعة منتخب تنافسي قوي وخلق منافسة على المناصب حتى نصل للهدف المطلوب كان يقول أنه لا يغير منتخب الذي يفوز ضغط أنه في تلك الفترة عدد عدد تعادلات بعد كان أكثر حتى من الفوز مع الأداء الباهد أداء هزيل خصوص في المقابلات الرسمية خصوصا ولينا نربحه ولينا ندلو لي ماتش يعني بكشايف كنت رح تشوف أنت يا مع الزباب ويدرنا مع مدودو بكشايف مع بوركي نفاص وآلي روتور خرجنا كالشعر من العجين يا ربي لعبنا أمام أغندا هنا يا الناس اللي يقول أغندا 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 لأننا نربحه كالي قالك ورأنا نربحه أغندا أغندا يا أخي أغندا إن شاء الله تلقى منتخب يطبق المنهج التعتيكي ويطبق مع مدرب يقلب لك البرتية يقلب لك التشكيل يقلب لك الخطة مكتبا خصوص في المقابلات الرسمية ويقومنا يعني بالماتشنيل بكشير مقابلة كولومبيا لغالب أكثر من 6 لعبين أساسيين بالإضافة إلى تراجع مستوى كولومبيا في الأعوام الأخيرة وأيضا تعادل مع المكسيك كولومبيا كولومبيا المستوى التحدي بلقوا 6 أو 7 على الجوار بجواج على ذلك غلطنا هنا وأيضا وأيضا كلمة خلي البعض يسكت على المدرب رغم أن آداء وإن خلى البعض بسبب تلك المباريات خرجوا لقلونا خط أحمر وإن خلى بعض يسكت على هذا المدرب رغم الآداء الضعيف وكثرة تعادلات اليوم بعد تراجع آداء كثير من اللاعبين المدرب وجد نفسه في مرحلة جديدة بدل أن يجد نفسه مستمر في تطوير المنتخب لأنه آداء من السفر استمرار في اعتماد على الديشي المحلي حتى من المنتخب مثل بدران بن عيادة بن دمكا بن عمري بن جا زرقان قادري هذا السوال يجد نفسه ويجد نفسه ويجد نفسه ويجد نفسه ويجد نفسه هذا منتخب وطني ويجد نفسه هذه المجمالات التيعكم هي التي خلت منتخب وطني يخرج من الباب ذيق حتى في الأحلام كانوا يظنون أنه لا يجوز الحلم بالمنتخب في بعض الأحيان تكون عندك إمكانيات لكن عقليتك تحطموك نفس الشيء ينطبق على هذا المدرب أي مدرب فكر في الاعتماد على محليين فشل وخرج من الباب الديق على مثل ماجر بن شيخة و بالماضي هذه بشيكون على بالكم هذه 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 الحقيقة للناس بلق ستاب صلى الله غالب هذا هو المنتخب وطني أنا مناصف منتخب وطني خويا نهضر على المنتخب وطني خرج على مدومي الديس نفروح ونهضر على اودي ضخ ديماء اودي ضخ ديماء لكن لم نجد أذن ساغية ولا كانوا ناس يعني يكون ساهم هذا المدرب مكاش شكل يتحاور شكل يقعد مع مدرب مكاش أنا نعرف ناس نعرف في تيدي هدرت معهم نعرف هم كن قلكم نعرف هم لا هدرت معهم وين قلت لهم يا در الله ون قل لك رجل يقول لهم يقول لا تهدر شبا لا اخلي 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 كما نقول احنا كيمارات توفي قريش وينجماعة وكل شاء ذلك يخلص ذلك وقيل 3 مليون 4 مليون في الشهر على الوزارة ويقول لهم ما تهدر مع المدرب ولا مثلا ما تكشم حسابها خلي هكي ما تمشي هذه قصة السباع كي شفشدي يحكم خلع هذه هي اختار ما تكشم محاسبة صبح الله المعنى تحانتوا ما استهموها كدير وستهموها كي بريدو سهمو ذا المعنى كي بريدو الحقيقة هذه الله اخلي انتم ما يوليتو تتحملوا الحقيقة احنا نعطون قلوب لي انا يا ذا المدرب انا كرهم لا لا بصعب مدرب هذا نقول باليودي لازم يسمع لازم لازم لها يد بحديد لازم مكاش لي اصر علي الناس ولو جوال ولو يتحكم وصح جوال ولو يتحكم وانا ول هل لكم حقيقة جوال ولو يتحكم وانا يتحكم كي ما يبغو مكاش لي يقول لها مكاش لي يقول لها هيا دخلنا في حضرة وكي سيقموها بلاي ما تنسوا اعطونا جيم كومنتر وpartاجونا الفيديو باش شاء الله بربي نقدو ديمة معكم جدي شاء الله وكي تنسوا ربي حدقو